عالكم حاذيس عيندي وكاذيس هوت الرأسي رعبكو هاجيس لغيناك حاذيس رجيناك لابيس لغيناك رأسي خليناك حاجيس طيب يعني الجاسر علي حسين مهدي وغيرهم سواء سبقوهم او سيلحقوا بهم انا بفضل من الله وحده نوهت كتير وقلت ان تسعين خمسة وتسعين في المية مما يقال عنهم معارضة في الخارج هم بالاصل لجان بيشتغلوا على هدف محدد وليهم وقت هيبتدوا يرجعوا فيه ودي النتيجة ما خلينا بس يمكن انا اسم مهدي تحديدا في بداية ظهوره انا مفعلت معاه وتحمست لأسلوبه وما شابه لكن مع مرور الوقت بعيدا عن ان هو اظهر عدم حبه وعدم احترامه للسادة الى البيت لكن مع مرور الوقت بقيت اتساءل هو ازاي جدعدة وصل للشهرة للشهرة الكبيرة دي وللمتابعين الكتار دول من غير ما يقدم حاجة يعني هو كل اللي بيعمله نقد للسيسي شتايم يعني هجوم لازع وما شابه مش هو ده الكونتنت او المحتوى اللي يجيب له المتابعات بالملايين على كافة وسائل التواصل ده فمن هنا بدأت يعني اتريس في الانفعال مع ما يقدمه واحدة واحدة وسنة سنة وشهر ورا شهر وبالذات في السنة الاخيرة اتضحت الامور بشكل كبير بالنسبة لي اللي في الوقت اللي كانت كان فيه ناس بتتهمني ان فيه تورط خواطر ما بيني وما بينه ما علينا يعني المهم فده امر يعني مش مش مستبعد ولا هو مستغرب ان فيه ناس من برا هيعلنوا توبتهم عودتهم اسافهم ايا كان دي كلها امور معدة سلفا ومعدة مسبقا ومن هنا نسأل هو لما ابوه وعمه تم اعتقالهم وتم تكسير الشقة عليهم وبتاع ليس هيح ما شفناش اي حاجة تاني بعد كده يعني الاخبار حتى هو ما بقاش يتكلم في امر ابوه وامر عمه وما شابه فدي كلها حاجات هتبمع للوقت ويعني حقيقتها هتبقى واضحة وجالية مع اللحظات الحسيمة لكن في النهاية ده رسالة للجميع انه لا تطقوا في المعارضة اللي في الخارج دول لان دول خمسة وتسعين في منة منهم لجان تابعة لعبدالفتاح السيسي وكنا يعني اه اتمنى ان انا اسمع من الناس معينة كده مش هزكر اساميها دلوقتي اه كلمتين عن احمد الجاسر وعن علي حسين مهدي احمد الجاسر برضو المتابعينه بالملايين ما تفهمش ازاي وعلى ايه وقدم ايه محدش فاهم يعني ما علينا يعني لكن في النهاية كنا اتمنى نسمع كده كلمتين اه يعني حلوين من بعض الناس فيما يخص علي حسين مهدي واحمد الجاسر وغيرهم لكن اه واضح ان مفيش غير محمد ايسى وابنه عمر سليمان وسيرة عمر سليمان هاي اللي بتوجع غير كده مفيش حاجة تاني بتوجع موسيقى والله يعني اردغان يمعين في اداء دوره المطلوب منه بكل جدية هو دي تاني كنيسة يحولها الى مسجد اولا هو بيزرع فتنة واضحة ما بين المسلمين والمسيحين في كافة ارجاء العالم مش في تركيا فقط ثانيا هو يخالف اوامر حضرة سدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة واضحة وصريحة وعلنية وانا قلت واشرت كتير راجعوا العهدة المحمدية اللي موجودة في دير سنت كاترين لما حضرتكم هترجعوها وتعرفوا ايه اللي مكتوب فيها بالزبط هتفهموا ان هذا الرجل يخالف اوامر حضرت سدنا رسول الله وصياه ويزرع الفتن بكل اشكالها وبكل انواح ويا كنا يعني نرجو الله ان احنا نشوف من الخليفة اردوغان اي موقف يخص طفان الاخصى بدل ما يتشملل ويتشطر على الكنايس وحاولها مساجد كنا عايزين نشوفه هو بتشملل وبيساند اهل غزة وبيساند المقاومة في غزة لا انا مقدرش اقول ان يعني الامر بالصورة دي لكن اقدر اقول ان عبدالفتاح السيسي يقدم كل غالي ونفيس ويبدل اقصى طاقاته لاجل هذا الهدف ولاجل تمكين الصهينة من سيناه وبالمناسبة تعليقا على خبر النهاردة نشر في الجزيرة النهاردة النهاردة الاربع احنا كامل في الشهر احنا شوف انا بنسى بس النهاردة 13 مايه اربعة اربعة 15 مايه النهاردة 15 مايه تعليقا يعني على الخبر اللي نشر النهاردة في الجزيرة بان اسرائيل طلبت من مصر فتح حدود واستقبال الاخوة الفلسطينيين ومصر رفضت ما يعني احنا نستعبط على بعض يعني انتو يعني ايه الافلام السقطة دي ما احنا فاهمين ان القصة في الاخر لازم تتعامل كده عشان قطر يبنع بفتح سيسي انه البطل المغوار الشجاع اللي رافض خطة التهجير والتقسيم لازم يبن كده لكن في الاخر هيجبر بالقوة الدفع بالقوة هو اللي هيتم يعني لولا ان صاحبكم موجود لسلم لليهود نص الحدود ويل ويل مصر من عطاية الخيل مفتاحه في المي وهو ظاهره خير مثل السيل فينتشر على يديه التقتيل وهو ليس سليل وديمومته دليل وفي اخر امره عليه ولولا ان صاحبكم موجود لسلم لليهود نص الحدود فكل ما يتم الان في سيناء هو لاجل اتمام صفقة القرن ولاجل اتمام تهجير اخوتنا في فلسطين تحديدا في غزة الى ارض سيناء واتخاذ سيناء تحديدا شمال سيناء او شمال غرب سيناء وطن بديل لاخوتنا الفلسطينيين ولاجل تفريغ الارض من الاغيار لاجل ان تكون اسرائيل الكبرى فهو ضمنيا بايع هو بايع مصر بحالة مش بايع سيناء بس لكن فعليا طبعا لم يستطع تمرير الامر بشكل رسمي لكن هو هيسهل كل الامور اللي تجعل الامر يتم عن طريق القوة طريق الدفع بالقوة ولكن الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون شكي يشتارا ومات اليانا فلاقو روتب سنتو وارا كفو ومدارو جاي برنا صدارو اللي بتصافي بحلي بشتارو حابس عيندي وكابس بداية بدايةنا احنا في مشهد عبسي يعني المشهد اللي بتعيشه الامة العربية من اول الاخيرة هو مشهد عبسي ما ندرش نوصف دلوقتي الوضع في مصر هو طارد ولا جاذب ولا هو بالتأكيد طارد لأهلها يعني الوضع في مصر الان طارد لأهلها لكن مصر قدرها منذ ان خلق الله والارض وما عليها يعني انها تلعب دور كبير جدا ودور استثنائي فمصر ما نفعش تقفل أبوابها أمام كل من يطلب الأمن والأمان فكما قال سيدنا نوح عليه سلام الله مصر أم البلاد وغوث العباد فده قدر ده قدر مكتوب على مصر مش باختيار مصر ولا باختيار شعبها والشهامة والأصالة والمروءة التاريخية في جينات الشعب المصري بتفرض عليه انه يفتح أبوابه لكل لاجئ ولكل مستغيث فليست من شماية الشعب المصري الندالة أو الخصة أو قلة الأصل فلابد ان احنا كشعب نبقى مستوعبين ان النقطة دي كويس جدا ولا نخالفها لا نخالفها لانها من عوامل البركة في البلد دي أما بقى المتاجرة بأمر اللاجئين أو استغلال مواقفهم كل دي أمور الهدف منها سياسي وأي فوضى هتم نتيجة وجود اللاجئين أو وجود بعض الفئات منهم أو ما شابه هتبقى دي أمور كلها مهندسة من قبل لاجل أن يتم استغلالها سياسيا فأنا أرجو من الإخوة المصريين أبناء مصر الأصلاء أنهم ما ينسقوش وراء الحملات الإعلامية اللي بتهاجم اللاجئين وأنهم يحطوا أنفسهم مكانهم لو أنتوا حضراتكم مكان الناس دي كنتوا هتبقوا منتظرين إيه من جيرانكم أقرب الأبواب إليكم هتنتظروا منهم مد العون ولا أن هم يقفلوا في أوجهكم الأبواب ولو كانوا قفلوا في أبواب في وجهكم كنتوا هتقولوا إيه ساعتها عليهم أرجو نفكر بالعقل مش بالعواطف ولا وراء الإنسياق الإعلامي الشيطاني اللي الهدف منه زرع الفتن والفرقة بين أبناء الجسد الوحد والله سؤال ده ما أقدرش أنا أجاوب عليه بمنفردي لأن دي يعني محتاج عينة عشوائية كبيرة جدا لاجل الحصول على الإجابة لكن أنا من بطن السؤال أقدر أفهم أن حملات التمييز أو المقارنة اللي بتتم على السوشيال ميديا ما بين المصرية والخليجية والمغربية والشامية وما شابه يعني أتت ثمرها وبدأ يبقى فيه نفور من أبناء الوطن الواحد من بعضهم البعض وده مش في مصر بس ده بقى في دول كتير يا سادة يا كرام هناك سياسة تمارس على المجتمعات العربية والإسلامية هدفها الأول والرئيس عدم الزواج إن الناس ما تتجوز بالأصل بالأصل إن الناس ما تتجوز يعني دعونا بقى عند تدمير الأسر وما شابه ده أمر يعني خلاص ناقشنا قبل كده لكن للوقت بنتكلم في أمر إن الناس ما تتجوز وبداية الطريق في الأمر ده هو التفرقة ما بين أبناء الوطن الواحد يعني إيه التفرقة ما بين أبناء الوطن الواحد يعني الرجال ونساء الوطن الواحد يكرهوا بعض وكل طرف فيهم يدور على شريكه من الخارج فدي بداية دي بداية أما بقى إن في حالات بتنجح في حالات القدر كتب لها السعادة في حالات دي مقدرش أعممها يعني مقدرش أقول الله إيه ده التونسي اللي تتجوز كويتية مبسوط فكده كل التوانسة الرجالة روح تتجوزوا كويتيات يعني أبناء إحنا كده منطقنا غير سليم في الحياة حالات فردية آه لكن مقدرش نعممها وأرجو من كل السيدات تحديدا أو كل البنات من المحيط للخليج إن هما يعني يبعدوا عن أي مواد إعلامية بتخاطب نسويتهم شو بقى أنا واضح أوه أي مادة إعلامية جاية قدام حضرتك بتعلي فيكي النسوية يعني إيه النسوية يعني إنك أنت لك تميز خاص إن أنت فوق الرجل بشيء إن أنت مش عارف ماينفعش معاك كل الكلام ده بيدي عنه لأن الكلام ده كله هدفه الأساسي صرفك عن صحيح الدين صرفك عن صحيح الدين ودي نقطة شائكة أعتقد يعني تثار بتوسعه كبير مع الإمام ومع رجال الإمام بإذن الله تعالى لأن حضرته هيكون عنده يعني القدر العلمي الكافي لأجل نقاش مثل هذه الأمور بإذن الله تعالى لكن أكرر يعني النساء والأنسات لا تنساقوا خلف المواد الإعلامية التي تعلي من نبرة النسوية عندكم وتذكروا أن من أدوات الدجال لأجل السيطرة على العالم ما يسمى بالثورة النسوية والثورة الجنسية الانتنين دول مهمين ثورة نسوية وثورة جنسية فلا تكونوا أداة في أيدي الدجال يكسب بكم أرض ثم يلقي بكم في الجحيم فانتبهوا لأنفسكم ولا تضيعوا أنفسكم لأجل تفاهات الدنيا لأجل تفاهات الدنيا وما تصديرها فلاقبه روفا سنعته وقرأ كيفهم ونضروا جايبه نصدروا تليمت صافي ما حني بش داروا ترجمة نانسي قنقر 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 اصبروا ما نكونش بديل غير الصبر يبقى مش بغتة بس ومتى تنتهي هذه الكرة حين نعود ثانيا عبادا لله فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها